اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سيسي وباحث في القانون الدستوري ونائب نجم الدين نابن سالم رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اللزء الأول كالعادة مع شخصية عامة سعداء جدا بوجوده بحضانة شخصية حقوقية السيد العميد شوقي طبيب هو محامي ونشط حقوقي أهل وسهل بك سيد العميد وشكرا على قبول الدعوة مرحبا بك عندك مدى مظهرت شبه دانا فسعداء جدا بأنك يقبل دعوتنا سي شوقي شكرا على قبول الدعوة مرحبا بك طبعا بش نحاول قدر الإمكان اليوم أنه نحكيه على تجربتك وخبرتك في مجال مكافحة للفساد اليوم فما سؤال يطرح بشدة في علاقة بمكافحة الفساد فما من يقول أنه أصبح الفساد معطى معيشي يومي عنا اليوم بل حتى وصلنا إلى درجة أنه أصبحنا مطبع مع الفساد فهل فاشلت فعلا الحرب على الفساد وإلا لا ولماذا إن فاشلت الحرب على الفساد قبل ما نبدأ معك حديثي نبشي لهذا التقرير أعددت زميلتي كاثر بن دلالة حول مكافحة الفساد في تونس ثم نعود للحديث حلت تونس في المرتبة 74 من أصل 180 بلدا مصنفا في مؤشر مدركات الفساد للعام 2019 أصادر عن منظمة الشفافية العالمية لتتأخر بذلك بمرتبة واحدة عن تصنيف 2018 وهو أمر اعتبره البعض مخيبا للأمال بينما قال آخرون إنه يعكس غياب الإرادة السياسية واستمرار معذلة الإفلات من العقاب رغم أن كل الحكومات المتعاقبة تقريبا تؤكدوا على محاربة الفساد تونس التي قطعت أشوطا مهمة لمأساسة مكافحة الفساد عبر تأسيس هيئة خاصة بها وإصدار مجموعة من القوانين لتعقب الفساد في كافة مصالح الدولة وحماية المبلغين غير أن هذه المجهودات لم تعطي أكلها بسبب ضعف الإمكانيات التي تم وضعها على ذمة الدوائر القضائية المتخصصة في النظر في قضايا الفساد ويبدو أن تونس أضعت الفرصة فالظاهرة استفحلت وتفاقمت منذ 2011 والقول هنا لشوق تبيب الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مشددا على أن الفساد بصدد نسف اقتصادنا ومكونات دولتنا المدنية بل وحتى تهديد نمط عيشنا المجتمعي وأرجعت تبيب أسباب هذا التفاقم إلى تقعوس الحكومات المتعاقبة منذ 2011 في مكافحة الفساد شوق تبيب الذي اقترن اسمه بمكافحة الفساد وكان في الصفوف الأولى لمكافحة الظاهرة رفع كل اللاءات خلال الخمس سنوات من رئاسته للهيئة وتصدى بإمكانيات متواضعة لظاهرة نخرت اقتصاد البلاد وأنهكته ولا نبالغ اليوم إن قلنا إنه وفق في ترسيخ معنى وثقافة مكافحة الفساد لدى الرأي العام شوق تبيب عميد المحامين سابقا والحقوقي بدى وكأنه رمى المنديل أمام منظومة الفساد القوية بحسب تعبيره وتحولت مكافحة الفساد إلى نقمة بعد أن حويلت وجهة الملف ليستعمل في المزايدات السياسية والمعارك الانتخابية وتتجاوز حالات شبهة الفساد 39 ألف حالة وحيلت ملفاتها إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ويرى مراقبون أن شخصنا تخطاب مكافحة الفساد والتركيز على أسماء أو فئات محددة لا يمكن إلا أن يؤجج السراعات ويدعم بارونات الفساد ضد كل إصلاح لذلك يجب العمل على إعداد استراتيجية وطنية بشأن الحوك مراشيدة ومكافحة الفساد ومرقبة التصرف في المال العام مكافحة الفساد هي حرب مصيرية قبل الحرب على الوباء فإما بلد يتقدم أو فساد يحكم ويصنع نهاية بائسة لشعب لا يعوزه الذكاء شكرا لكوثر على هذا التقرير تنجيه لشي مؤشرات لازمنا نتمدوها باش نحكيه ونقول الفساد مستشري وإلا لا والإرادة في محاربته موجودة وإلا لا لكن أعطيني الساعة فكرة عامة من وجهة نظرنا تعكنتي هل أصبحنا نطبع مع الفساد؟ هو ساعة نشكر الأخد كوثر على التقريم وعلى التقرير لكن فما معطا هام غاب عليها وهي معذورة في هذا أنه استندت ترتيبنا منظمة الشفافية الدولية منتع الفين وعشر سنف packets 78 وطولت ساعة نحكيه ملا فأعتقد إلا تقريبا منذ أكثر من أسبوع إصدر التقرير يعني في ما في عشرين أصبحنا في المرتبة تسعة وستين أصبحنا الدولة الأولى من أمار في من مية وثمانين أصبحنا الدولة الأولى مغاربيا السادس عربيا وتقدمت أفضل معناها تقدم عملاها منذ الفين وستاش ولا منذ حتى ألفين معناها وحداش نذكر اللي في ألفين وستاش كنا في المرتبة ثمانية وسبعين تو في المرتبة تسعة وستين فما تقد إذا كاليش أنا أكد عن نقطة هذه أنه وراه بعلاقة بهذا الملف يلزم في نفس الوقت نثمنه ما تم تحقيقه وهي ذكرته كأثر مشكورة في التقرير أنه فما الترسانة التشريعية اللي هي هامة وهمة جدا من نجموش نقام الفساد بدون معنا الترسانة التشريعية تستندلها القضاء الهيئات إلى غير ذلك زادة كذلك كما ذكرت هي نحتاج إلى استراتيجيا ولكن نحن عنا استراتيجيا والستراتيجيا ذي تم يعني تفعيلها منذ ديسمبر 2016 ولكن اللي نقصنا هو اللي نحكي عليه أنا ديما الإرادة السياسية ونقرنها بكلمة الحاسمة والقاطعة ما معناها الحاسمة والقاطعة أنه ما تكونش فما خطوتين إلى الأمام وخطوة إلى الوراء وفي نفس الوقت ما تكونش الحرب على الفساد هي حرب على بعض الفسدين ولا حرب موسمية ولا حرب كما جازده كذلك في التقرير محل المزايدات إذا كان حاشتي بحد هاني نقول هذا الفسد ونهبط عليه المكينة إلى غير ذلك وذا كان ما يعنيش إلى غير ذلك كذا ما تكون حرب على المنظومة أحنا هذا اللي نقصنا الحرب على المنظومة مريناش حرب حقيقية على منظومة الفساد وقتلين حاربوا منظومة الفساد بطبيعته معدد الفسدين سيقل أنت ترجمتها بهذا التوصيف لكن بالنسبة للرأي العام أنت قلت إحنا قدمنا ولينا في المرضى 29 صحيح لكن مهموش بصراحة على ترسالة التشريعات بقدر مهمو أنه ملافات يحسن فيها ويتم البد فيها نهاية شكرا أنا معاك ومعاها الرأي العام ومعاها لانطباع السائد اللي يقول لك اللي إحنا مثلا بعد الثورة الفساد استفحل أكثر أنا الكلمة اللي ربما نعتبرها مناسبة أكثر بعد الثورة الفساد أصبح أكثر ديمقراطية تم دمقراطة الفساد لأنه قبل الثورة الفساد كان محصور في فئة معينة مقربة عادة من السلطة بعض الثورة أصبح الفساد متاحر أكبر عدد ممكن من الناس اللي يفيدهم السلطة واللي هما يتحكموا في اللي نعود نرجع ونأكد عليه هي مسألة المنظومة ولكن في نفس الوقت ثم حاجة أخرى يجبنا نحتاطولها وقتين ينقول وراه الفساد انت شر إلى غير ذلك اللي هي التالي احنا ولينا نحكيه على الفساد قبل ما كناش نحكيه على الفساد ولا أي مواطن في أي وقت ينجم يثير ويندد بحالة متاع فساد سواء عن طريق الريزوسوسو ولا عن طريق التظلم ولا التشكي زادة كذلك دور المجتمع المدني اللي أصبح دور كبير وهام دور كومنتومة زادة كذلك كأعلام الأعلام ما عادش يخاف ما عادش يتكلم فما توقت تشوفوا فما حتى صحافة استقصائية مقاومة الفساد وفما حتى صحافين أصبحوا مختصين في الشيء هذا وصبح التونس تعتبر من الدول معناها اللي ذات الريادة في هذا الخصوص هذو ما الكل معطيات اللي تعطي الانطباع اللي أحنا ربما الفساد انتشر أكثر ولا كبر لكن هو الفساد هو بيدو لأن وقتين نجي ونحلوا نحن الملفات اللي تحال على القضاء ولا تحال على هي شنية هي نفس الملفات اللي كانت تقبل ملفات تهم الصفقات ملفات تهم الانتدابات ملفات كما قلت تهم خاصة مسألة الشراء العمومي والتصرف في المال العام لأنه ديما نحن نقارنين الفساد بالمال العام وذي جزء منه صحيح لأنه الفساد الخطير والفساد اللي يهم المال العام لأنه الفساد في القطاع الخاص معناها ما هوش موجود برشا ولأنه فماش واحد يسير مؤسسته بطريقة فازدة ديما يبدأ يحافظ على مؤسسته وبدأ في القطاع الخاص وفما توظى الظواهر الأخرى اللي ولت عنه الفساد في مجالات متاع الشأن العام اللي نحن نقوله بالشأن العام الأحزاب الانتخابات الأعلام إلى أغير ذلك وهذا ما بتبعط الحال الظواهر معناها مخترى لأنه يسمم الحقيقة العامة ويضرب ثقة المواطن في النخبة معناها متاعه ولكن في نفس الوقت زادة كذلك ديما نسبه نشوفه اللي تولت عنه مؤسسات تخدم أكثر كما الهيئة دائرة أو محكمة المحاسبات نشوفه شنو الشاي اللي تعمل فيه ولا عنه قدت بقضاء مختص الأشياء أو المعطيات اللي تخلينا نأكده اللي هناك منظومة تدافع عن الفساد هو محاولة ضرب المؤسسات هذين ومحاولة عدم منحة للميكانيات ومحاولة زادة في نفس الوقت التقليل التقليل من الترسانة التشريعية والترتيبية اللي هي عندها طيب شنية المؤشرات اللي تعتمدها في القول بأنه مفماش إرادة حاسمة وقاطعة في محاربة الفساد برشا مؤشرات اللي كنت نحكي عليه حكاية أنك ما تعطيش الإمكانية للقضاء ما تعطيش إمكانية للهيئة ما تعطيش إمكانية الهيئات الرقابة اللي هي تبعتك أنت كسلطة تنفيذية ولا ما تخلاها مشتة طيب نحن عنا تقريبا ثلاثة هيئات رقابة تابعة للسلطة التنفيذية اللي تابعة معناها الحكومة بصفة عامة مع الهيئة العامة اللي هي تابعة اللي رئيسة الجمهورية هذو مثلا شنوما الإمكانية معناها اللي عندهم واليوم يراقبوا التصرف في المال العام ويراقبوا الصفقات معناها العمومية نفس الشي أنت إذا كان تعمل قوانين ومضطر يعني في الأخير مؤشرات الدول اللي أنت القوانين عملتها مضطر كما نحكي على قانون التصريح بالمصالح والمكاسب والقانون هذي مثلا ما تمشيش في إصدار أوامر تطبيقية متاعو بيش يصبح قانون نافذ فعلا كما الأمر المتعلق بنشر مضمون التصريح بالنسبة للناس اللي للوزراء الكبار المسؤولين والمسؤولين نفس الشي وقت اللي أنت تعمل قطب قضاء مختص في مكافحة الفساد وتخلي فيها عشر قوضات تحقيق أكهول ولتوى ما تفعل الجهاز الفني اللي هو بيش يخدم في وسط القطب ويعاون القوضات على فك شفرات الملفات الهامة والمعاقدة هذا الكل تسميه تسميه معناها أنت ما عندك إرادة سيئسية حاسمة وقاطعة هاي نصدر القانون ولكن في نفس الوقت ما نفعلوش للأخر القانون هذي عندي هيئة رقابة لكني ما نمتحهاش بالاستقلال يمتاحها ما نعطيهاش الإمكانيات ومثالا ما نردهاش في هيكل واحد كما نطالبوا به معناها الناس الكل أنك أنت ما عليش عندك ثلاثة والأربعة هيئة رقابة تقول لي فما عندك هيئة فقط واحدة والهيئة هذه تكون مسؤولة أمام البرلم ومتاحها بالاستقلالية وقت لي ما تفعلش الاستراتيجية الوطنيين مكافحة الفساد وخطتها معناها العملية هذا الشي تسمى وقت لي أنت ما تفعلش الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد هذا الشي تسمى كل مؤشرات الدول اللي أنت ما عندك إرادة السياسية وإرادة السياسية بتبات الحال على شكور نحن نقول الإرادة السياسية نقوله على السلطة الحاكمة نقوله على المشرع زد كذلك البرلماني اللي عندهم مسؤولية كبيرة هذوم الكل هناك عديد المؤشرات اللي تأكد اللي هالإرادة السياسية هذه ما هيش حاسمة وقاطعة ولكن في نفس الوقت باش نكونوا موضوعيين نقول وراه في مبارشة أشيات عملت واللي لو لم تكن هناك نوع من من الضغط والضغط هذا من الإلحاح والإحراج والمجتمع المدني لا غير ذلك زد كذلك تقدم ذلك مكان سيحصل يعني نحن مثلا هل يمكن أن ننكر أنه قانون حماية مبلغين هو قانون هام ويعتبر ثورة ونغبط عليه حتى البرلماني ولكن على أرض الواقع سيدا مش قادم فعل ولكن في نفس الوقت أنا أقول لا مش خطرني حقوقي رأوا الأساس هي القاعدة القانونية عملي ساعة قانون يحمل المبلغين ومن بعدنا اللح عليك في تسبيل تطبيقه وتفعيله إلى غير ذلك نفس الشيء بالنسبة للقانون الذهي الهام اللي نحكي عليها نديما واللي هو هام مهم جدا اللي هو القانون متعلق بالتصريح بالمصالح والمكاسب ومحاربة ومكافحة تضارب المصالح وإفراء غير شرعي هذا وما زدك كذلك قوانين معنى مهمة اللي يلزم جدا كذلك معنى تثبيتهم وتفعيلها بكاش تولي معنى العملية وقتها بالحق تولي مجرد مصرحية طيب نستأذنك في ربط مباشر خطر ما نجمش جسلنا أكثر من هكا لأمور تقنية مع زميلتي زهرة فضلي كان من المفروض ناخده في أول الحص بشكك من قصوش الحوار متاعنا وحديثنا ولكن مثالش معنى زميلتنا زهرة فضلي كان حاضرة ناخدها في ربط مباشر بطبيعة لو سأل بك زهرة أعطيني شنية مشكلتهم ماذا يذولي الآلية ثمنتاشة شنية مشكلة متاحهم وعلش عاملين ضراب والاعتصام زهرة مساء الخير مساء الخير شيكر هما عمال الحضائر ممن تجاوزت أعمارهم 45 سنة وليتم استثنائهم من قرار التسوية اللي تم الاتفاق بين اتحاد الشغل في 20 أكتوبر 2020 عمال الحضائر اليوم كانوا في وقفة احتجاجية أعمال البرلمان وكانت الوقفة هذه سبقتها وقفات أخرى من يوم 10 في بلي توجت اليوم بمشروع قانون استثنائي لعمال الحضائر مما تجاوزت كما قلنا أعمارهم 45 سنة نحبو معنا مدام شاديا شامتولي رئيس الجمعية عمال الحضائر نحبو نعرف المبادرة هذه مدام شاديا مبادرة تشريعية هدية شكو اللي قام بها والجهة اللي تبنيتها اليوم المبادرة هذه قامت بها حركة الشعب مشكورة في أو واخر شهر ديسمبر قاموا بالمبادرة هذه وعملنا وقفات وجلسات في مجلس نواب الشعب مع جميع الليجان والبعد أربعة أو خمسة الليجان اتعدت المقبولية أمالية قدمت حركة الشعب معناتها للناس هدومة للقانون الاستثنائي هدية اللي يهز من خمسة وربعين إلى خمسة وخمسين المقبولية المالية تتعدى غدوة لمناقشتها في لجنة المالية واحنا اليوم وقفنا وقفات متتالية واليوم من المنبر هذية نحب ناشد لجنة المالية باش تنصف الناس هدومة وتعديها إلى جلسة عامة على خطر احنا ما راح الكل اتعدينيهم وقفنا برشة وقفات وتهرسلنا وصارت ايقافات وعننا خمسة اموات من 20 اكتوبر إلى يومنا هذا اللي تجلط واللي حرق روحه اليوم يا سيد النواب انا اليوم ناشدكم المنبر هذية باش تتعجلونا في الاتفاقية خاطرنا اخر فيبري الناس هدومة بمنطلق الاتفاقية 12 اكتوبر باشي القاور ويحن في بطالة الوجوبية وناس هدومة احنا بالمبادرة هذية باش تنقذوهم وتنقذو عائلات وحالات اجتماع كبيرة مادام شايد انتو ما قابلتوا النواب وقدمتوا المبادرة التشريعية شنو تتضمن بالضبط المبادرة التشريعية هذية وشنو وعدوكم النواب بالضبط فيما يتعلق بالمبادرة ولانه الجهة الاتحاد ما زال وقف معاكم انه يواصل نحو انه يتم الحاقكم بالمجموعة الاولى اللي تم تسويت وضعيتها شو بالنسبة هي للمبادرة قامت بحركة الشعب والنواب الكل بجميع الكتل المشكورين وعدونا انهم بش ينصفوا ناس هذومة وصارت في باشا جلسة عامة عملوا مداخلات النواب الكل بجميع الكتل وبجميع انتماءاتهم السياسية قالوا احنا بتكستو قالوا احنا الانتماءات السياسية متاعنا ما هيش بش تخلينا ان نضروا الناس هذومة والعركة الايديولوجية اللي ما بيناتهم في المجلس الناس هذومة بش ننصفهم بما انهم حالة اجتماعية والمبادرة هذية تاخذ في سن قانون استثنائي بعدد 15.182 عام الحذرة وقع استثنائهم في الاتفاقية هذية بقانون استثنائي كما صار في الاليات السابقة يدرجوهم بتسويت وضعيتهم لخطر هما ناس خدموا عشر سنين بمفعول رجعي بمفعول رجعي يخذههم بسنين اللي يخدموهم هوني احنا نوابا ذوما مشكورين نحبوهم يقدموا معنا ويكملون هال المبادرة هذية اللي بيشتلم الناس اللي قلت يخذهم وتنصفهم بعدما يقع اقصائهم في اتفاقية اللي صارت ما بين الاتحاد العام تنسي الشغل والحكومة حكومة المشيشي ان هوني زادة الاتحاد نقوله يكون هو زادة معنا في ان المبادرة هذية يعني نعدلوا بها البند الثلاثة في الاتفاقية دونك هوني احنا واقفين على المبادرة هذية بش ينصفوا العمال حضاير بدون استثناء لكلهم من خمسة الخمسين وانتهابت احنا ماحنش ضد زملائنا اللي تساوال واحد وثلاثين الف لكن نحبو انصاف الناس هذوما مدام شاديا نعرف كونه الوزير لشؤون الاجتماعية محمد ترابلسي كانت حدث في جلسة عامة على وضعية عمال الحضائر وقالوا كان يقدموا مبادرة تشريعية يمكن النظر في وضعيتهم نأملوا انه يتم تسبيت وإلحاق المجموعة هذية اللي هما يمثلوا خمسة عشر الف ومئتين وثمانين عام الحضائر يتم إلحاقهم بيه اللي يسبقوهم وتم تسبيت وضعيتهم وأعيد لك الكلمة شاكر وللبلاتون شكرا لك زارة فضلية على هذا الربط المباشر وإن شاء الله بتتسوى ولكن لازم مشروع قانوني كما قلت يتعطى على مجلس النواء بالشعر أنا فقط بلاي بين القوصين أنا نقر سعاتي وبعد التعليق في كثير من البرامج حتى عندنا أحنا من أهم المصائب الموجودة توسي شوقي في حديث عن الفساد بشكل نعم هو خلط الحقيقة بالإشاعات خلط المعلومة بيرمي الناس بالتهم من كل حد بنوصوب وبالحق وبالباطل فهمت أنا نحب نعرف نعرف حجم مهمة جدا طوال خمسة سنوات في العمل على محاربة الفساد شنو المطلوب باش نفرقوا بين رمي الناس بالباطل وبين الشائعات وبين فعلا أنه ملف هذا يستحق العناية ويستحق أن واحد يركز فيه وهو فعلا ملف فساد هو يلزم أولا وهنا نقولها بكامل صراحة القضايا تحمل مسؤوليته فيما يتعلق بالناس اللي قاعدين يستغلوا في الملف هدايا لغايات خبيثة فما ناس أصبحت ضرب الناس وابتزازهم هو خدمة معروفية وفيهم قضايا وفيهم طالب من تعمل حقات إلى غير ذلك ولكن الحقيقة ردة الفاعل بتاع القضاء هي دون المأمول في علاقة بهذا الملف لأنه ما معنى أن لينا أن نجي نتهم شاكر بالشيخ باللي هو فهمتي كذا وكذا 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 ومنقدم حتى دليل وحتى حج وإذا كان شاكر يشكي بي نقوم نصيح ونعاية نقول آه أنا راني مدون وانا راني نقعد نقوم وذي في إطار أو في خانة حرية الراي معناها والتعبير فما الناس معناها تم قتلهم معنوية أو محاولة قتلهم معنوية فما لتقتل معنوية لأنه تعرف فما أسرة فما أبناء فما سمعة فما إلى غير ذلك وإحنا زاد كذلك بعد الثورة وفي إطار الديمقراطية وفي حطار حرية الراي لكنا يعني مشتقين لها أصبحنا أي حاجة من هذا النوع ونتلقفها ونعتبرها معناها حاجة في بعض الزحيان أنا ساعات نضحك يجي يقول لي فلان ولا كذان يقول لهم أين شفتوش وكأن الفيسبوك هو يملك الحقيقة اللي تهبط في الفيسبوك وأنا شخصيا تعرضت وأتعرض لأشياء في بعض الأحيان يعني الضحك ولكنها يعني ضحك وكأنه بكال يعني وقت اللي نسمع لفهم الناس تصدق يجي وفهم بتبعية الحال نعود نرجع ونقول زاد دور القضاء دور الأعلام دور منظمات اللي عندها مسؤولية بحماية حرية الرأي والتعبير وحرية معناها المشكلة يتبذل تصدر حتى على رجلات دولة أي أنت يشوف إذا كان سمحني في الكلمة وهنا منعرف نجم نتكلم ولا لا يكون راحتك خاني أخو راحتي فهمتني ماذا بين أخو راحتي في بعض الحياة فبتني وقت اللي تشوف وزهراء يخدموا بالفيسبوك دونك علش بشتلوم والملف اللي يحبط الفيسبوك اللي يحكي وعليه في الفيسبوك عن حق وعنباط لذلك والملوف اللي يلم عليه الصف و zrobi وynam عليه مديريه والملوف الذك ولي يحضم معناها بالأهمية دونك ولينا في سياسة الشو ولينا في سياسة تسير الدولة بالأهواء والدول ما تسيرش بالأهواء ولا تسيرش معناها بالشو تسير بالمسؤولية وتصير بالحكمة وتصير بالشجاعة السياسية اللي هي بتبيت الحالم الأشياء اللي هي نقصتنا برشا في المدة هذه طيب هل هناك حكومة بصدق حاربت الفساد أكثر من حكومة أخرى أنت تقريباً خدمت مع ثلاثة حكومات تقريباً ثلاثة رؤساء حكومات ثلاثة حكومة حاربت الفساد أكثر من أخرى أنا خدمت مع زوز رؤساء حكومات الحقيقة مع السيحبيب الصيد ومع يوسف الشهد لأنه بالنسبة للفخفاخ معناها جات حكاية جات الكوفيد وهو بيدو معناها كان محل فبالتالي ما نجمش نقولي اللي أنا خدمت معاه ومدة زادة كذلك كانت معناها القصيرة يعني اللي كنت نحكي فيه في الأول بعلاقة بالتقدم اللي تم إنجازه تم إنجازه مع حبيب الصيد ومع يوسف الشهد ولكن نفس المآخذ اللي أنا نحكي فيها توقلتها بعلاقة بالإرادة السياسية هي نفس المآخذ اللي ربما يمكن أنه نقولها فيما يتعلق بحكومة حبيب الصيد ورب حكومة يوسف الشهد أذيك بتبيعة الحال ديدو جيريه معناها مختلفة لأنه لأنه ما تنساش حاجة أخرى اللي رأوا أنا ولا هما ولا حتى أنت بعلاقة بهذا الملف نحن في مواجهة منظومة تقول ليش نية المنظومة نقول لك مصالح نقول لك لوبيات نقول لك ناس معناها متنفذة داخل أجهزة الدولة داخل الإعلام داخل القضاء داخل المجلس نواب الشعب ويلا غير ذلك وبالطريقة أو بأخرى هل لوبيات هذية وهل منظومة هذية تحمي في نفسها وتواجه كل من يحاول باش معناها يحاربها فبالتالي هذا محل بتبيعة الحال تحليل اللي يلزمه يكون معناها رصيد ويلزم بتبيعة الحال أنه كل واحد ياخه حقه وبتبيعة الحال زادة كذلك يتحمل معناها بسؤوليته واعتقد اللي ونعود نرجع لحبيب الصيد يوسف الشهد أعتقد اللي قبلتهم بعد ما خرجوا من الحكم ومقواعين بالشيه وحتى في بعض الأحيان يقولوا لي رأوا في النقطة هذه كنا ربما ولا كنا تخطر ناخد برأي كفاها معناها أخير وفهمة معناها نوع من من الطغليت ولا نوع من المنبيولاسي ومعناها اللي وقعت في عدة معناها ملفات عدة ملفات عدة ملفات وذي بتبيعة الحال يطلب برشة حديث لأنه كان بش تحكي في حكاية معينة أو بش سم ماكش بش تعطل للناس حقها فما نقطة طوام بيسير عندك واجب التحافظ ولكن فما نقطة بشوية هكا غيكوية تنجم جاوبنا عليها اللي هي صحيحة ربما ما ما فماش إرادة حتمية وقاطعة ولكن زدنا هل صحيح أنه فما عجز علش العجز موجود لأنه بعض من الفاسدين أو من لوبية الفساد هي نفسها مت موقع ومتمركزة في الصوت وموجودة في أعلى مناصب السياسية وذي عشتها عشتها في بعض المواقع أو في بعض الوقايع اللي ممكن نحكي عليها من غير ما نسمي أنت مثلا وقت اللي ركا هيئة وطني لمكافحة الفساد تحيل مجموعة من الناس اللي عندهم مسؤوليات كبرى في وسط الدولة تعلم بتبعات الحال رئيس اللي الحكم تقول وراه فولين تم حالته من طرف الهيئة وراه النيابة العمومية أحالته بدورها على القطب القضاء المختص في مكافحة الفساد وميت حيل نحن نحيله للنيابة والنيابة العمومية والنيابة تقرأ الملف ووكيل الجمهوري بإمكانه بتبعات الحال يحيل وفي بعض الحين يحفظ أنا مثلا نتذكر فما تقريبا يجي عشرة ملفات حفظهم وكيل الجمهوري لعدد أسباب يا لأنه هو يعتبر الملف هذا عنده سبغة مدانية مثلا ولا ما فماش فيه معناها شبهة الفساد وإلا مثلا يكون ملف دي جا فما ملف سابق فيه فبالتالي معناها يحفظ اللي تمت إحالتهم اللي تمت معناها إحالتهم إشنو يقع التعامل معهم وذلك ربما مرتبط بموضوع الساعة توا أنه وقت اللي وكيل الجمهوري يحيل الملف تاعة ذاك ذي الشبهة و الحاكم التحقيق بطبيعة الحال يتعهد بالملف ويوجه اتهام لشخص هذاك واصبح شخص هذاك في محل تتبع من نيابة العمومية ومحل معناها بحث معناها قضاء وقتها وهذا رأيي أنا أنه المسؤول هذاك يجب أن يعفع من المسؤولية هذه بطبيعة الحال لا تفعل ضد تتبعات تأديبية وإلا غيره ولكن لا يمكن أنه مثلا يكون في مسؤولية وخاصة أن يكون المسؤولية هذيك فمتي فاهم يلف متع شبهة فساد بدي جا ولوزير وفي نفس الوقت معناه هو محال لأنه تنسب له أشياء ولا وقايع اللي هو قام به قصدياً والتي تدخل في خانة معناها الفساد لا يمكن لش بش يكون في المسؤولية هذيك يلزم يتخلى وبتبعات الحال يتفرغ للدفاع على نفسه وعلى شرفه وبتبعات الحال في انتظار هذا ما صارش هذا صار في حالات نادرة تلحقيق صار في حالات نادرة وكان مفروض يصير في حالات أكثر وفي نفس الوقت زادة فما عنا إشكالية لإشكالية بطء سير المصار القضائي لأنه فما ملفات من 2016 أنا ذكرها ما زالت إلى اليوم فما ملفات من وقت معناها لجنة تقصي الحقائق الرشوة والفساد اللي هي اللجنة اللي كما تعرف اللي رأسها مرحومة على عميد الفتاح حمر وما زلت بعض الملفات وراوح مكانها وذي ماهوش به وفيه ظلم فيه ظلم معناها للأشخاص معناها ذوم لأنه ما معنى أنا نمشي ونجي على التحقيق وعلى القضاء لمدة خمسة وستة معناها سنوات وفي بيط الحال مدام أنا محال مدام أنا مع علي شبه مدام 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 وذي بيط بيط الحال حديث يجب معناها نلقاول الحل والحل النجم يكون تشريعي طيب شو المطلوب اليوم ومن من مطلوب باش فعلا الحرب على الفساد والاستراتيجية الوطنية تفاعل بمراحلها وبمختلف ألياتها باختصار شديد باختصار شديد احنا فما عنا ثلاثة سولات دستورية وعنا بطبيعة الحال النجم نقول السلطة الرابعة والخامسة اللي هو الاعلام والمجتمع المدني هل الاربعة ولا خمسة سولات هذوم في الكل يتحملوا مسؤولية كبيرة في هذا الملف السلطة التنفيذية برأسها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بإمكانهما فعل الكثير في هذا الملف وكن نقول أنا بالملف مكافحة الفساد نحب نأكد وباستر الأحمر وعشرة مرات أن وراه ملف مكافحة الفساد هو ملف ضرب ومكافحة منظومة الفساد الفسادين متفقين اللي يتشد معناه يلزم معناه يتحاسب ولكن يلزمنا نحارب المنظوم وقتل إنحاب المنظوم بتبات الحال العدد الفسادين سيقل حكينا نحن ركزنا اليوم ربما شوية على السلطة التنفيذية والسلطة التنفيذية برأسها رئيس الجمهورية عنده صلوحيات رئيس الحكومة عنده صلوحيات وكل واحد فيهم بإمكان يفعل الكثير وبتبات الحال السلطة التشريعية تحمل المسؤولية لأنه أبسط شيء فهمتي عندهم مبادرة تشريعية عندهم قوانين عندهم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو الهيئة الدستورية اللي يلزم ما معنى إلى اليوم لم يتم يعني تقريبا صارت ثلاثة جلسات معناها عامة لانتخاب أعضاء هذه الهيئة مجلس الهيئة هذية وإلى اليوم معناها بتبات الحال نفس الشيء كما نحكيه على المحكمة معناها الدستورية وذي مسؤولية كبيرة وذي هيئة اللي مفروض معناها ما عنداش علاقة لا بالاتخابات ولا بالحكم لازمها تكون مستقلة تكون شخصيات محايدة إلى غير ذلك ونزيها وتقاوم الفساد وعندها صلوحيات مقتضى الدستور ما معنى إلى اليوم لم يتم انتخاب هذه معناها الهيئة فما زاد كذلك التجويد التشريعي خاصة فيما يتعلق توقي باش نحكيه على مكافحة الفساد أنا شخصيا كحقوقي وكرجل يعني متاع براتيك بعلاقة بالملف هذائك والسواء كمحامل ولا كرئيس هيئة يعني يلزم فما عنا تنقيح سريع لمجالة الاجراءات الجزائية باش نحيوا ونحدوا منها طول التقاضي هذائي ما معنى ملف يبقى عشرة سنوات شنو حتى ولو شخص هذائي كانوا مذنب باش نحسبوه بعد عشرة سنوات ما عاد عنده حتى معنى واذا كانوا مذنب حرام علينا وغير معقول وغير معنى أنا نمرمدوا الناس لمدة عشر سنوات أمام المحاكم وذي بيطلبت بات الحال تنقيح مجالة تجراءات الجزائية مجالة الجزائية زي كذلك زي ما معنى تنقيح في طور يعني وهذا الكل في طواف في نفس الوقت السلطة الثالثة اللي هي السلطة القضائية اللي هي السلطة معنى مستقلة زي كذلك أنا الأول أنا تتحمل مسؤوليتها وما تبقاش الموضوع هذا مخليته للسياسيين ولا للسلطة التشريعية أحنا أخويا قضاة أحنا نطبقوا في القانون أحنا ما عناش الإمكانيات أحنا مكبلنا القانون أحنا كذا أحنا كذا فبالتالي هانو معناها الجادة الفقيرة بما عنده هذا أنا في رأي زي كذلك السيدة القضاة بمختلفها يكلهم وعلى رأسهم بتبيت الحال المسألة الأعلى المسألة الأعلى القضاء يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية والمعنوية والسياسية ثم يأتي بطبيعة الحال دوركم أنتم كأعلام الأعلام يجب أن يقوم بدوروا في هذا الميلف أولا في إطار التوعية ونعاود نذكر بالنقطة هذه يروا التوعية التوعية معناها أنو يروا يولادي يروا مكافحة الفساد ليس مكافحة أو محاسبة بعض الفسادين المنظومة هيا تعطين أنا مانيش قاعد نشوف سي شاكر مثلا في دي بلاتو أو اللقاءات أعلامية معناها صحيحة متعلقة بميلف مكافحة الفساد مكافحة المنظومة وبطبيعة الحال دور المجتمع المدني زادة هام في هذا الإطار طيب نختم بسؤال في ربط مع الجزء الثاني اليوم فما تحويل وزاري وفما أسماء بتعويز وزارة يعني اتهموا ولا حولهم شبهات شبهات فساد نعم شنو تعليقك على شبهات الفساد اللي من حين لآخر تضرب اسم من الأسماء اللي يكون ورشح لمصب هام في الدولة ترى أن هذا يدخل فيه دائرة الفساد ترى هذا الموضوع مبرر أشوف أنا الموضوع هذا حكيت فيه وزيد نأكد على نقطة هام رأوا أولا وباش ما نطولش وباش نمشي ديريكت أوبيوت في الموضوع هذا أنا رأى اللي رئيس الحكومة أخطأ لما قام بتعين بعض الأشخاص اللي عليهم شبهات فساد وفمشكون اللي هو دجاه محال على القطب القضاء الاقتصادي معناها والمال وذي معناها النجم أنا نأكده من ناحيتي ونظن ذات أكدته الرسالة اللي بعثها رئيس الجمهورية لرئيس معناها الحكومة شخص محال على القطب القضاء الاقتصادي والمال متوجه عليه تهم معناها لا يمكن أني بتبقى الحال باش نحطه في مسؤولية كبيرة وبتبقى الحال نخلي له باش الإمكانية باش نمشي دافع على روحه وأنا معاه أنه زاد كذلك متعاطف معاه في النقطة هذه اللي هي هذا الملف مثلا طال من 2016 وهذا معناها غير معناها معقول وليكن في نفس الوقت لا يمكن تعين شخص في منصب وزاري محال على القطب وعليه بتبقى الحال وتتبع قضائي في هذا الموضوع عندي دراية بهذا الملف في نفس الوقت أنا نعطي موقفي فيما يتعلق مسألة أداء اليمين وأنا معها الرأي اللي يقول هذا معناها موضوع ليس لرئيس الجمهورية أنه بتبقى الحال يجتهد فيه أداء اليمين هو والغير النجم نعطيك معناها مثال مثلا نحن كمحامين اللي ترسمني هي الهيئة الوطنية لمحامين ولكني نؤدي اليمين أمام السيدة رئيس أول لمحكمة الاستناف وليس للسيدة رئيس أول لمحكمة الاستناف أنه يناقش في مسألة لأنه النجم نكون محامي ولا نكون محامي يعلم بأنه في بعض الحيان النجم وهنا براتيك رئيس الأول لمحكمة الاستناف النجم يكون عنده اطلاع مثلا على ملفك قاضي سابق وأنا وليت مثلا معناها محامي يقول السيدة هذا ينعف وكان قاضي معايا زميل وميجيش معناها محامي هذا يلزم فصل المسارات وفصل المسئوليات ولكن هذا لا يعني أنه لرئيس الجمهورية الحق أنه يطعن في أهلية شخص معناها معين ولكن في أهليات مختلفة ومسارات معناها مختلفة كما السيد الرئيس هو اللي محكمة الاستناف يطعن في أهلتي باش نكون محامي ولا خبير وإلا ونفس خاطر نحي الباب هذا كان بش نحلوه سيعصر علينا معناها أغلقه هذا معناها رأي وأنا ربما باش نختم بكلمة في الموضوع هذا أن الوضعية هي الحقيقة مؤسفة وأنا مثلي مثل التونسيين معناها الكل الرائل اللي الطبقة السياسية يعني وضعتنا في وضعية يعني لازم حسدوا عليها وإحنا في أزمة حقيقية وربما يذكرني الموضوع ببيت مش ببيت بقصيد الشاعر فرنسي مشهور له أرتير رومبو اللي هو لباتو إيفر ومبعد الكلمة لباتو إيفر هذية والتي والذي يستعملوها برشة مرات بشي يبينوا ولا بشي وصفوا وضعية سياسية ولا وضعية مؤسساتية معناها متاع ناس مش عارفة وين ماشية لأنه لباتو إيفر هو فعلا كما يحكي في القصيدة هو عبارة على سفينة بلا ربان تتقاضفها الأمواج والعواصف ولا تدري إلى أين هي ذاهبة وفي كل وقت هي مهددة بتبات الحال باش بالغرق شكر ليك شكر ليك الحقوقي والعميد السابق شوخي لطبيب على حذرك معنا وكل هذه الإذاحات شكر ليك مرة أخرى نتعداول للجزء الثاني اللي بش نحكيه فيه بتباع على الأزمة السورية هذه والأزمة السياسية مع ضيوفنا اللي نستقبلهم بعد شوية السيد مبروك كرشيد وزير سابق ونائب عن الكتلة الوطنية السيد ربح الخرايفي نائب مؤسس وباحث في القانون الدستوري وسيد نجم الدين بن سالم نائب رئيس لجنة التشهر العام بمجلس النواب للشعب نمشي لهذا التقرير لتأمن هنا زميلتنا زهرة فضلي أهم الأحداث ونستقبل ذيوفي قررت منظمة أن يقضي اللجوء إلى القضاء